المهور الثاني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد بعث الله رسوله محمدا بالبيان في القرآن وأن الدعوة هي لهداية الإنسان إلى الاعتدال ومن ذلك إصلاح الدنيا بالآخرة قال تعالى قد أفله من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ومناء على هذه الاستمرارية في إصرار على الحق في مواجهة الاضطهاد الذي انتهى بهجرته صلى الله عليه وسلم والطراره إلى الدفاع الأسكري عن دعوته حتى تنتصر لأنها ليست مشروعا شخصيا بل هي تكليف رباني لا خيار فيه مصداقا لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته ويتمصل كمال عناصر الدعوة في كونها تدور على الأخلاق موضوعا ومنهجا ففي هذا المنهج جاء قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالهكمة والموعظة الهسنة وجادلهم بالتي هي أسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين وهو منهج يستند إلى أخلاق صاحب الدعوة كما هي مبينة في قوله تعالى فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فلا غليظ القلب لم فضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشامرهم في الأمر وكانت نتيجة هذه الدعوة بهذا الكمال الأخلاق هي ميلاد نومذج خير من المجتمع صار مرجعا في هيات الإنسانية كما قرر القرآن في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والتهدي الكبير هو في الفهم الصحيح لموضوع الدعوة بالنسبة للحياة أو للمجالات التي يغطيها الدين ويكون السلوك فيها مطابقا لقيم الأخلاق وعلى رأسها قيمة العدل إن التنزيل التاريخي للدعوة المحمدية يفيد أن هذا الدين الذي هو موضوع الدعوة شامل لكل مناحي حياة الأفراد والجماعات والأمة ولأن عنوان هذه السمولية في فهم الناس العادي هو السياسة والدولة فإن أمر الدعوة يصبح أمرا سموليا ذلك لأن الارتباط وثيق بين إمكانات الخلاص الفردي والخلاص الجماعي أي إن السياسة السليمة هي اللمانة لتدين السليم على مستوى الأفراد والجماعات والأمة كما أن تدين السليم هو رفد السياسة العادلة حقوقيا واجتماعيا فالتنزيل النبوي حقق هذه السمولية العلوبية والمفترض عقلا أن يتبعه في هذه السمولية ورثته في الدعوة نستقل لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبهان الله وما أنا من المشركين ويقول المفسرون في موضوع هذه الآية إن الدعوة إلى الإسلام في صدر البيث المحمدية واجبة على الأعيان لقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أي بقدر الاستطاعة ثم لما ظهر الإسلام وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما ذل عليه قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وهنا يصير أمر الدعوة متطلبا للمأسسة أي المسؤولية الإمامة في كل بلد هماية له من الجهل والانتهال والتطرف وإذا عرفت أسباب الخبال في سأن الأمة كان ذلك نصف السبيل إلى الخروج منه ذلك أن الدعوة في الفوضى وبلا حسبة من قبل العلماء قد تؤدي إلى أكس المقصود منها المهور الثالث أدعوة في تاريخ المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر